السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب العزاء سنتان يا سنوي اهلا ومرحبا بكم يا رب تكونوا بخير بنحل مع بعض اسئلة عامة على الوحدة الاولى من كتاب الامتحان عشرين تلاتة وعشرين اول سؤال بيقول ميز الفعل المنصوب اللي بينصب الفعل المضارع ان لن كي حتى لم التعليل فالسببية لم الجحود فالسببية لازم تصبك بطلب لم الجحود تصبك بكون منفي ولم الجحود تدخل على خبر كان يلا اول سؤال بيقول قال تعالى ولا تتبع الهوى لان هي تتبع لا يكون مجزوم فيضلك عن سبيل الله الفاء هنا فاء السببية سبكت بطلب ايوة يبقى فاء السببية بتنصب يبقى يضل ده فعل مضارع منصوبه على يامة نصب الفتحة اتنين قال شاعر يا ليت من يمنع المعروفة يمنعه حتى او حتى حتى يذوق النواصب ان لن كي حتى لم التعليل يبقى يذوق ده فعل مضارع منصوبه على يامة نصب الفتحة تلاتة احنا عارفين ان الفعل المضارع بيكون منصوب لو صحيح الاخر او معتل بالو او الياء بيكون منصوب بالفتحة الظاهرة معتل الاخر بالالف يكون منصوب بفتحة مقدرة فعل من الافعاي الخامسة يكون منصوب بحسف النور لم يكن اهو كون منفي لم يكن المؤمن اللي يسعى فين خبر كان المؤمن ما قاله يسعى طالما اللام دخلت على خبر كان وقبلها كون منفي اسمها لام الجحود ولام الجحود بتنصب يبقى يسعى ده فعل مضارع منصوب وعلامة نصب الفتحة يبقى احنا كده جبنا الافعال المنصوبة السؤال التاني حدد الاعراب الصحيح للافعال التي فوق الخط في المثالين الاتيائين قال تعالى هو عايزنا نعرف الفعل يستغفروا قبله ناصب او جازم لا طيب معطوف على منصوب او مجزوم هنا بيقول وما منع الناس ان يؤمنوا ويستغفروا يؤمنوا ده قبله ناصب ان لان كاي حتى لام التعليل يبقى يؤمنوا ده فعل مضارع منصوب وعلامة ناصب يحزف النون يبقى يستغفروا معطوف على منصوب هيبقى زيه منصوب يبقى يستغفروا فعل مضارع منصوب مرفوع لا مرفوع لا منصوب وعلامة ناصب ده فعل من الافعال الخامسة يبقى فعل مضارع منصوب وعلامة ناصب يحزف النون لانه فعل من الافعال الخامسة ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم عندنا أو برضو حرف عاطف يأتيهم معطف على تأتيهم وتأتيهم منصوب قبله أن أن تأتيهم أو يأتيهم العذاب يبقى ده برضو معطف على منصوب وهنا يأتي معتل الآخر بالياء بيكون منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة إمتى بيكون منصوب بفتحة مقدرة لو معتل الآخر بالألف فقط اتنين قال الشاعر وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي حتى يواري قبله حتى يبقى منصوب يواري رمكسورة يبقى دي أخره ياء يبقى معتل الآخر بالياء يبقى منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة إحنا قلنا فتحة مقدرة لو معتل الآخر بالألف فقط يبقى ده فعل مدارع منصوب بالفتحة الظاهرة مقدرة لا مقدرة لا طيب وهنا أغضه أغضه ده فعل مدارع فعل مدارع مرفوع أغضه فعل مدارع مرفوع وعلامة رفع الضم الظاهر. يبقى المكدرة لا. يبقى لجابة الصحاحة راكم الف. مرفوع بالضم الظاهرة منصوب بالفتحة الظاهرة. السؤال اللي بعد كده ثلاثة. ميز التغيير الذي يحدث للفعلين الذين فوق الخط. اذا خوطب بالجملة التالية جماعة الاناس. مد يد المعونة والمساعدة الى الفقراء تفز. عيسن نخاطب جامع المؤنس هنقول امددنا. امددنا يد المعونة والمساعدة الى الفقراء تفزنا بالاجر والثواب. السؤال اللي بعد كده حدد نوع اللام. ان اخاك الحق من يسعى معك. ومن يضر نفسه بيدر نفسه ليه? علشان ينفعك. لكي ينفعك دلام التعليل. السؤال الخامس حدد نوع لا. فلا تستطب. اهو طلب ناهية. يبقى لا هنا ناهية. ستة. ميز الفعل المجزوم. لا تقتلوه. لا ناهية. يبقى الفعل المضارع مجزوم. مجزوم معلامة جاز ميحاس في النون لانه فعل من الافعال الخامسة. هنا بقى ينفعنا ان ينفعنا. لا ده منصوب. اهو نتخزوا ده معطوف على منصوب. يبقى منصوب. بهم لا يشعرون لا هنا ناهية. مش ناهية. والنافية ما بتأسرش في الفعل المضارع يبقى مرفوع. يبقى المجزوم تقتلوه. سبعة. حدد اجزاء اسلوب الشرط. من طلقى منهم تاقل اهو من? طلقى تاقل. بس. يبقى الايجابة صحيحة جيم. من طلقى تاقل? من اداة الشرط? طلقى ده فعل الشرط. تاقل ده جواب الشرط. وادوات الشرط بتجزم فعل الشرط وجواب الشرط. يعني طلق ده فعل مضارع مجزوم. طلقى مجزوم معلامة جزمي. حسفة حرف العل. وتاقل فعل مضارع مجزوم معلامة جزم السكون. تمانية اكمل الجمل التالية بادات شرط مناسبة. عمل تؤدوه اهو بعدها مضاف ليه مجرور يبقى ناخد اي. اي عمل بعدها مضاف ليه مجرور. السؤال التاسع حدد جواب الشرط في البيت التالي. فين جواب الشرط? اذا لعب ازا دي اداة شرط بس غير جازمة. اذا لعب الغرام بكل حر اهو حمدته. حمدته تجلدي. يبقى حمدته تجلدي ده جواب الشرط. جملة جواب الشرط. عشرة ضع من مكان اللذينة. يعني نقول من? من يجعلون? لا. ده الفعل هيكون مجزوم. مجزوم اعلامة محاذ في النون. يبقى لازم نح люما نقول يجعلوا. من يجعلوا النجاح نصب اعينهم. ياسعون? ولا ياسعون? ده هنا مدارع مجزوم. وده برضو مدارع مجزون. وهنا مجزوم عالمة جاز محاذ في النون. وهنا برضو ياسعوا هيكون برضو مجزوم معالمة محاذ في النون. لانه فعل من الافعال الخامسة. لان من دك الات الشرط? بتجذم فعل الشرط. وبتجذم جواب الشرط. السؤال اللي بعد كده استبدل متى بلو. هنشيل لو ونحط متى. الفرق لو غير جازمة. ان متى جازمة. يسمو كان مرفوع. لا هيبقى مجزوم. هنحزف حرف العلة. مش هنفع نقول يسمو. هنقول يسمى. ونحط ضم على الميم. يبقى الف غلط وديال غلط. نقول متى يسمو المرء بخلقه ويصير. ده جواب الشرط مجزوم. هنقول ياسر. ليه هنحزف الياه? لانه هيكون مجزوم بالسكون. وهنا الياه ساكنة. والرأ ساكنة فما ينفعش حرفين ساكن يجوا وربعة. يبقى هنختار جيم. متى يسمو المرء بخلقه يصر محبوبا بين الناس. اتناشر ميز التغييرات التي تحدث في الجملة التالية اذا حزفت منها سوف. عايزين نحزف سوف. ونحزف معها الفاء. الفعل اللي بعدها كان مرفوع هيبقى مجزوم. ده التغيير اللي بيحصل. يبقى نقول ايام تتعاونوا وتتحدوا. اهو. يبقى هنحزف الفاء. نحزف الفاء. تقوى شوكاتكم. يبقى دي او دي صح. وتعلوا ما هو معطوف على مجزوم. يبقى لازم يتجزم برضو. حزف حرف العلة. يبقى الاجابة الصحيحة باء. ايانا تتعاونوا وتتحدوا. تقوى شوكاتكم. وتعلوا كلمتكم. يلا السؤال اللي بعد كده تلاتاشر. حدد في الامثلة الاقتية سبب اكتران جواب الشرط بالفاء. نستخرج الاول جواب الشرط. ونشوف شكله عامل ازاي? واحد. قال تعالى. قل ان كنتم او ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. ادل فاء هو. اكتران جواب الشرط. هنا جواب الشرط اتبعوني. ده فعل امر. يبقى جملة فعلية. والامر ده طلب يبقى جملة فعلية طلبية. اتنين قال صلى الله عليه وسلم. ما كان من شرط ليس في كتاب الله. فهو باطل. ادل فاء هو. اكتران جواب الشرط. بعدها هو باطل ده جملة اسمية. فيها نافي. لا. يبقى جملة اسمية مثبتة. تلاتة. قال الشاعر اذا لم تكن نفس ابن ادم حرة تحنه الى العليا. فلا خير. لا خير. خير دي اسم ولا فعل? الخير دي اسم. وفي لا دي نافية. يبقى اه جملة اسمية بس جملة اسمية منفية. يبقى الاجابة الصاحباء. اربعة. حيثما تجتهد وتأخذ باسباب التفوق فسوفا. طالما في سين او سوف يبقى على طول اسمه التسويف. جملة فعلية مسبوقة بالتسويف. السؤال اللي بعد كده اربعتاشر. ميز التغييرات اللي تحدث في الجملة. اذا دخلت عليها السين. لو هنحط السين يبقى هناخد معاها الفاء كمان. نقول فستزيد ولا فستزد? لا تزيد. لانها هيكون مرفوع. مرفوع وعلامة رفعوا الضمه. بنحزف اليقى لو كان مجزوم. يبقى احنا كده خلاص اختارنا. هنقول ان تشجعوا مجزوم وعلامة جز ما حاسف ان تشجعوا النشأة على تحمل المسئولية. فستزيد فرص نجاحهم في المستقبل. خمستاشر اربط بين الجملتين باداة شرط جزمة. هناخد ان. ان تحلى المؤمن بخلق العفو. خلي بالك هنا ان تحلى ده فعله ماضي. مش هنحزف حاجة. ده فعل ماضي مبني في محل جزم. يعني مش هنحزف حرف العلة. هنقول ان تحلى زي ما هي. ان تحلى المؤمن بخلق العفو وصفح. ما يزداد الا عزا. ده جملة جواب الشرط هتقترن بالفا. هنقول فما يزداد. هنا يزداد هيفضل زي ما هو مرفوع. فما يزداد يبقى الاجابة الصحيحة دال. ان تحلى المؤمن بخلق العفو وصفح. فما يزداده الا عزا. انما يزداد ده لو مجزوم هنقول يزداد. هنحزف الالف منعن للتقاء الساكنائي. طالما في جملة جواب الشرط يبقى مرفوع. وهنا تحلى ده ماضي هنسيب الالف اللينة اللي في اخره دي تحلى. هو معطال الاخر بالالف اه. بس ده ده فعل ماضي. فعل ماضي مبنى على الفتح. لو مجزوم لو يتحلى. اه ممكن نحزفها ونقول مجزوم معلامة جزمة. حسفة حرف العلة. ستاشر. حدد فيما يالي. الجملة التي لا يصح جزم المضارح في جواب طلبها. الف لا تفش اسرار الناس تفقد بدهم ده امر محبوب. لا. يبقى الجملة دي لا يصح جزم المضارح في جواب الطلب. احنا عارفين ان المضارح بيكون مجزوم في جواب الطلب بشرط. يسبق بطلب. ويكون مترتب على الطلب. ويكون جواب الطلب امر محبوب. هنا جواب الطلب مش امر محبوب. ارحم من هو اضعف منك يرحمك. اه ده مجزوم في جواب الطلب. يرحمك من هو اقوى. انفق ينفق عليك. اه مجزوم في جواب الطلب. لعلك تحفظ حق النعمة يديمها الله عليك. اه ده مجزوم في جواب الطلب. يبقى الجملة الوحيدة التي لا يصح يبقى ليه الف. لا يصح جزم المدارع في جواب الطلب. والسبب لان جواب الطلب امر غير محبوب. يلا سبعتاشر. ميز الجملة التي يصح بقى. التي يصح جزم المدارع في جواب طلبها. استمع الى خطيب يملك ناصيات القول. لا طبعا. لان لازم جواب الطلب يكون مترتب. هنا الخطيب الاول هيملك ناصيات القول. وبعد كده تستمع الي. بقى لا تهمل مشهورات الناصح الامين. تدرك حميد الغايات. اه هنا ينفع جزم المدارع في جواب الطلب. قبلي طلب. لا تهمل. ومترتب على الطلب. وتدرك حميد الغايات. ده هنا ده امر محبوب. يبقى ده مجزوم في جواب الطلب. جيم تمتع بعذاب من يحسدونك. ينظرون لنعم الله عليك. لا هم هينظروا الاول وبعد كده هيحسدوك. يبقى ده لا مش مترتب على الطلب. محترقين بالنر الحسد وكمان امر مش محبوب. ده لا تهمل الرياضة يضعب جسدك. لا ده ده مش امر محبوب. اصلا يبقى مش مجزوم في جواب الطلب. يبقى الجملة التي صح جزم المضارح في جواب طلبها اللي هي لا تهمل مشورة الناصحة الامين تدرك حميد الغايات. تمنتاشر اعرب ما فوق الخط. تعالوا. ده فعل امر. فعل امر مبني على. ده هنا المضارع بتاعه فعل من الافعال الخامسة. والامر بيبنى على ما يجزم به مضارعه. المضارع لو اتصلت بيه والجماعة بيكون مجزوم بحسف النون. يبقى الامر مبني على حسف النون. فعل امر مبني على حسف النون. نخبركم. نخبر. تعالوا نخبركم. نخبر ده فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب. تعالوا ده الطلب. نخبركم ده جواب الطلب. فعل مضارع مجزوم وعلامة جزم السكون. نخبر. يبقى مجزوم وعلامة جزم السكون. السؤال اللي بعد كده تساعتاشر ميز الفروق الاعرابية. للفعل يا سعد. ارضى بما قسم الله لك. يا سعد. ده فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب. يبقى هناخد واحدة من الف اودال. مجزوم. ارضى بما قسم لك فيا سعد. دفاق السببية سبقت بطلب. يبقى منصوب. يبقى عندنا مجزوم منصوب. يا الف يا دال. نشوف التالتة. لو طرد بما قسمة لك يا سعد. لا هنا لو دي غير جازمة. يبقى الفعل هيكون مرفوع. يبقى الف. مجزوم منصوب مرفوع. لان لو غير جازمة الفعل اللي بعدها هيكون مرفوع. يبقى طرد ده مرفوع ويا سعد مرفوع. عشرين حدد المحل الاعرابي للشطر التاني. ومن تكن العلياء وهمة نفسه. اهو من اداة الشرط. تكون فعل الشرط. فكل الذي يلقاه فيها محببه. ده جملة جواب الشرط. وجواب الشرط بيكون مجزوم. يبقى الجملة في محل جازم. واحد وعشرين ميز الحكم الاعرابي للفعلين. يا ابن الكرامي. الا تدنو. الا تدنو. ده استفهام. تدنو ده فعل مضارع مرفوع. مرفوع علامة رفع الضم المقدرة. الا تدنو. فتبصر. فالسببية. سبقت بطلب. يبقى تبصر ده منصوب. يبقى الحكم الاعرابي للفعل الاول تدنو. الرافع. والفعل التاني النصب. يبقى ناخد الف الرافع النصب. اتنين وعشرين ميز اعراب الفعل يجحد. ومن تقويه دارن فياجحد. من اداة الشرط? وتقويه فعل الشرط. طيب من تقويه دارن? فين جواب الشرط? اهو. يا كن حيوان. طيب فياجحد. الفقد ده حرف عطفة اصلا. وتقويه ده فعل الشرط فعل مضارع مجزوم. يبقى يجحد معطوف على مجزوم. يبقى يجحد فعل مضارع مجزوم بعد الفاء العاطفة. يبقى الاجابة الصراحة با. مضارع مجزوم بعد فاء العاطفة. وبكده برضو يبقى احنا حللنا اسئلة الوحدة الاولى. باتمنى لكم التوفيق. بشكركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.